تسعى الحكومة الجديدة لمواصلة خطط تعميق وتوطين التصنيع المحلي وبجودة عالية وتعمل الحكومة بالوصول لمعدل نمو سنوي بإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية بنسبة 31.12% خلال العام 2026-2027 ضمن برنامجها الهادف للارتقاء بمختلف القطاعات وخاصة الإنتاجية تسعى الحكومة الجديدة لمواصلة خطط تعميق وتوطين التصنيع المحلي بجودة عالية وتنمية سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة الخطط الحكومية تنطلق من إمكانية الاعتماد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل في السوق المحلية أو المصنعة محليا بما يسهم في زيادة التشغيل وخلق فرص العمل والحد من البطالة الدولة وفي طريقها لتحقيق المستهدفات المرجوة من تعميق التصنيع المحلي تسعى للانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة والعمل على تحقيق أهدافها بما يسهم في جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولعبا رئيسيا في التجارة الدولية الحكومة تسعى أيضا للوصول لمعدل نمو سنوي بإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية بنسبة 31.2% خلال عام 2026-2027 والوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.400.000.000 دولار خلال الفترة من عام 2024-2026 سبل تعزيز التصنيع المحلي تشمل زيادة التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل تبسيط إجراءات تتشين وتوسيع نطاق الاستثمارات الخارجية في البلاد مع استكمال مخطط إقامة المجمعات الصناعية ومنح مزيد من التيسيرات لتحسين نسب التشغيل والإنتاج ودعم وتأهيل العمالة من خلال تطوير نظم التعليم والتدريب المهنية الوصول للمستهدفات بالقطع الصناعي لتعزيز الصادرات يشمل أيضا تطبيق المواصفات العالمية للمنتجات من خلال تطوير معايير الجودة ودعم البحث والابتكار وتوفير برامج خاصة لدعم الصناعات المتشابكة قطاعيا والحصر المستمر للمصانع المتعثرة والوقوف على أسباب تعثرها ودعم عملية إخراجها من حالة التعثر نحو الإنتاج وتحقيق الأرباح